أربعة هل هي حرب طائفية أو هي حرب مذهبية ما يدور في اليمن؟ الإجابة لا بتحاول وسائل الإعلام الإيرانية والموالية لها تبين أن الحرب ضد المتطرفين الحوثيين في اليمن هي حرب طائفية وأن هي سنة وشيعة لكن إيران مش عايزة تقول أن السعودية ودول الخليج وقطعا بتأييد مصري كانوا في حرب داعش وإن برضو مصر كانت في حرب داعش الأخرى في ليبيا طيب هل وقتها تقال أن دي حرب ضد السنة؟ إيه المتطرف السني زي المتطرف الشيعي ينبغي أن نحن ننقي هذا الدين ونفسح مستقبل المسلمين خارج التطرف السني والتطرف الشيعي هل الشيعة طيار مدني؟ لا هل الشيعة ناس وسطيين معتدلين؟ لا هم مذهبيين بينفو الآخر متطرفين وعنصريين ودمويين وخدوا السلطة بالقوة وهم رجال إيران في هذه المنطقة يبقى إذن ده تطرف الشيعي يقاوم التطرف الشيعي كما يقوم التطرف السني لكن هل معقول تبقى السعودية ودول الخليج تحارب التطرف السني في داعش ولا تحارب التطرف الشيعي عند الحسيين؟ طبعا لا ففي هذه الحالة كلام إيران وأعوان إيران أن دي حرب مذهبية السنة بيشنوها على الشيعة مش مظبوط لأن السنة أصلا بدأوا بأن هم شنوا الحرب على السنة المتطرفين قبل ما يشنوها على الشيعة المتطرفين مستقبل الإسلام لا ينبغي أن يكون فيه أي حرب مذهبية سنة وشيعة دي اللي ممكن تقضي على حاضر المسلمين ومستقبل المسلمين إنما لا يمكن لحسيين أن هم يمثلوا طيار الشيعي كما أنه لا يمكن لداعش أن هم يمثلوا الطيار السني دول المتطرفين ودول المتطرفين وإنقاذ المستقبل من الاتنين واجب إسلامي